ازاي انا اتغير او ازاي افهم مفهوم التغيير الحقيقي اللي بي اقدر اوصل لنتيجة في اخر السنة الجاي هو احنا بنقول الحمى الحمى ده مصطلح لغوي عشان ضاجة القرابة انما الحمى بالمصطلح الشعبي المعاوف اللي هي الشخص البغيد والشخص الصعب في العيلة احنا بنقول يعني ان احنا في الكليسة المفهود ما عندناش حموات المفهود يكون عندنا كلهم امهات مرات ابنك هي بنتك وجوز بنتك هو ابنك كل اللي في كليسة امهات ازاي كانت واحدة اخترت انها تكون حمى فده قرارها هي فالمفهود ان احنا كلهم امهات هنكلم النهاردة الحموات تمام لابد ان احنا نتغير بتكلم بالوقتي زوجة الابن والحمى اللي اتنين مع بعض لابد ان انا في اول السنة دي و احنا طبيعي ان احنا بنجع زي ما حدرتك قلت علاقاتنا وناخد قرارات بالغفان لناس كتير بالاولى القويبين المهمين وزي ما حدرتك قلت دي علاقة شائكة جدا لابد ان احنا نحط العلاقة دي في محور تمامنا في البقى كده ونشتغل عليها الفترة الجاي احكي لكم حكاية كنتنا قويب في خلوة للسيدات الكبار ستات كبار قوي يعني يعني هو ستات طبعا ما بيجباروش يعني بس يعني هما طبعا ستات ما بيجباروش دي معروفة يعني على حكاية ستات ما بيجباروش دي كان قام بابيه من المتنيح زمان اسقف ملاوي دخل اجتماع ستات الكبار فالهم احنا ما عندناش شايبات ما عندناش في كنيسة شايبات احنا عندنا كلهم شابات يعني هنشايفكم كلكم بنات 17 فواحدة ستة قاعدة كانت حجوزة قوي قلت له كلك نظر يا سيدنا فكنا قويب في خلوة للسيدات الكبار كنت نتكلم على علاقة بين زوجة الابن والحمى فجات واحدة ستة كبيرة في السن عجوزة قوي قلت لي يا ابونا انا عايز اقول لك حاجة فانت وقعت طبعا انا هتقول لي ما تبني مغلباني وانا تعبانة منها وحاجات زي كده فوجئت ان الستة دي بتقول لي عارف يا ابونا حماتي حماتك حماتها دي طبعا يعني الستة دي اللي بتتكلم عجوزة جدا حماتها دي ماتت من عشوات السنين فاستغبت ان هي سفاكها اصلا ففوجئت انها بتقول لي حماتي يا ابونا مش عايفة سامحها الغاب دلوقتي يا بعد العمر دا كله بعد العمر دا كله اللي عاشته بعد ما هي ماتت مش عايفة سامحة فلان العلاقة دي بتعمل جروح غائرة فلابد ان احنا ناخد قرار النهاردة زوجة الابن بالنحية والحمى بالنحية بالتغير عشان انا تشفي واعرف سامح ما هو اكيد انا محتاجي يبقى عندي من جوايا طاقة تخليني اعرف سامح انا ازاي هاخد الطاقة دي هاخدها من ايه ومن مين وازاي احنا لما هنتكلم عن فنيات العلاقة بين الحمى وزوجة الابن هنعرف ان احنا لو كل واحد خد دوره هنركز على الدور دوها وهننسى السراع شوي احنا عايز نركز على دورنا يعني مرة الابن تركز على دورها في العلاقة وزي تكسب والحمى تركز على دورها في العلاقة وزي تكسب طيب من بداية فترة الخطوبة بقى نجيبها من الأول مين اللي عليه أنه يبادر؟ البنت هي اللي تبادر وتروح تتودد لحماتها وتكسب حبها زي ما كده كل الأمهات يقولوا لبناتهم وهم داخلين على الخطوبة روح يعوضي جنب حماتك اكسبي ودي حماتك شوفي حماتك بتحبي إيه وعمليه ولا مفروض الحمة اللي هي الستة الكبيرة الأم الكبيرة اللي عندها خبرة ونطج ووعي هي اللي تكسب خطيبة ابنها هي اللي تتودد ليها وتتصل بيها وتهتم بيها وتسأل عليها مين المفروض يبتدي الأول؟ أحكيلك حكاية بعد كل أقول لك مين يا بادر مرة من المرات كان فيه ولد في الجامعة عمل الزيدة فجأة كده يعني فقعدين في المستشفى دخلوا أصحابه يسألوا عليه ولاده وبنات فبعد ما قعدوا ومشيوا فالولد بيسأل مام تقولها يا ماما البنت اللي أنا بحبها وقلتلك عليها عايزة أجوزها كانت في دول تتوقعين هي تكون مين؟ قلت له أخي واحدة علمين قال لي إيه ده الوضن بهر قال لي عرفت إزاي؟ قلت له شيء إلهي يا ابني من ساعة ما داخلت قلبي ما يتحلاش إحنا مش عايزين ناخد الإكستريم ده أو النموذج ده مين يبادر في صلاح العلاقة؟ مرات الإبن ليه؟ لأن أنت الطرف الأقوى إزاي؟ أنت الأجمل أنت الأصغر يا سنن أنت لملك قلب جوزك أنت اللي في مصدر القوة أعدى معاكي ابنها وأحفادها معاكي فأنت طرف الأقوى هي طرف الأضعف حتى لو مش بين العكس بس أنت طرف الأقوى فالمبادرة منك بتكون أقوى دي نقطة النقطة التانية إن إحنا في الأيام دي جي لبتواصل بقى والسوشيال ميديا وكده عندنا مهارات تواصل أكتر بكتير من الجيل اللي قبلنا فلو استننا أن الحمد بادر يبقى يعني كل سنة وحددك طيبة طبعا والأم مثلا أم البنت لما تشوف مثلا أن بنتها عملة تتودد لحمتها وتجيب لها هدايا وتكلمها والحمة مش قادرة تتقبل ده ومش قادرة تفهم دمها الأم أم البنت هيكون لها دور سلبي على بنتها تقولها ده مش قبلاكي ومش عايزك يبعدي عنها التوازن مطلوب والمفوض أن نحن تكون لنا الأوزن والروحية يعني لما بنلاقي حد بنصح نصح المفروض هنا أن الأم تكون أم عقلة كده الأم هي كمان بيئت حما حمت الحما كمان يعني بيئت حمات ابنها وأمه يعني حمات جوز بنتها أقصد وأمه كمان فكده هي يعني دينها هتتعقد قوي إنما لو إحنا أخذنا النصيحة وكانت الأم عقلة هتلاقي دينها كويسة جدا يعني يا قد سابونا المبادرة تكون من عند البنت هتكون أسع وأقوى بكتير واتقصر مسافة الوصول للقلب بيتأثر حجم وقوة وقت الصراع لو البنت المبادرة